اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افيدونا بارك الله فيكم نريد منكم الجواب بالتفصيل بارك الله فيكم وامد الله عمرك في الصحة وعافية ونفع بكم الاسلام والمسلمين امين نحن انتم والسامعين وللاجابة على هذا السؤال هانذا خارج تركيا الان وددت لو عدت الى تركيا لاشارك بصوتي في نصرة الحق وفي نصرة الدين وفي نصرة الاسلام متمثلا في الرجل المسلم الذي يقف بجوار القضايا المسلمة وبجوار المسلمين والمهجرين امام اقف في نصرة اردوغان اسأل الله عز وجل ان ينصره وان يحفظه لانه الورقة الاخيرة في عالمنا الاسلامي في من يناصر القضايا الاسلامية وفي من يقف مع المهجرين من المسلمين من سائر البلاد يا اخوة نحن نعلم ان الديمقراطية فيها من الكفر ما فيها ونعلم ونعلم ايضا ان يعني المشاء الامور فيها تجاوزات وفيها اشياء ولكن الحق يقال لو اخذنا بالحيطة وقلنا لا يجوز المشاركة في الانتخابات لما فيها من جاهلية وطاغوتية فيكون هذا لصالح نصرة الباطل هذا لصالح نصرة الباطل اما من اراد ان ينصر الحق فليشارك في هذه الانتخابات يدل بصوته وهو في قرارة نفسه لا يتحكم الا الى منهج الله وهو لا يريد وهو لا يريد بصوته هذا الا ان ينصر الحق وان ينصر الرئيس اردوغان في سبيل نصرة الحق يا اخوة انكم لا تعرفون لو انتصرت المعارضة ورسب اردوغان انتم لا تعرفون كيف تكون النتائج لا تدركون كيف تكون الامور ارجو ان يتفتح الذهن وان ندرك جيدا ان الامور تحتاج الى فهم صحيح لهذه القضية المعارضة داست بالاقدام سجادة الصلاة رمز لما فيه انها ستدوس المساجد بل اعلنت ان اول ما ستفعله اذا انتصرت ستغلق المساجد وتجعل منها استبلات للخيول واعلنوا انهم سيفعلون الافعيل بالمهجرين كم مليون سوري وكم مليون من وسط اسيا وكم الاف من مصر وليبيا واليمن وكل هذه الدول يقطنون في تركيا ملايين يا اخوة هؤلاء جميعا لو نجحت المعارضة لا ندري ما يفعلوا بهم حسبنا الله ونعم الوكيل ارجو ان نتفهم القضية جيدا وان ننظر الى فقه الواقع وان تكون عقدتنا الصحيحة ملازمة لنا نحن لا نؤمن بالعلمانية ولا نؤمن بالديمقراطية ولا نقر هذه الكفريات ولكن الانتخابات وسيلة من الوسائل الحديثة في انتصار الشورى التي جاء بها الاسلام وامرهم شورى بينهم وكما فعلنا هذا في مصر مع الرئيس مرسي نحن نفعله في تركيا مع الرئيس اردوغان ولعل الله عز وجل ان ينصره وان ينصر قضيته وان ينصر حزبه لصالح الدين ولصالح المسلمين هذه كلمتي التي وددتها نعود الى تركيا لتكون مجموعة خطب جمعة لنشر الوعي الاسلامي بين الشباب المسلم للحفاظ على ما يتبقى من دين الاسلام يزحف في تركيا زحف السلحفاه لكن ان انتصرت المعارضة فستقتل هذه السلحفاه ولا يكون للإسلام اي اثر مثل ما كان ايام اتا ترك فارجو للشباب المسلم ان يدرك ابعاد القضية ولست الان وانا اتكلم يعني في جو ليس مناسبا ليس عندي من الوقت والاستعداد النفسي ما اؤصل به القضية والكلام في قضية الولاء والبراء والانتخابات انما انا قلت لكم خلاصة المسألة وارجو ان تعمموها وارجو ان تتفهموا الواقع وان تدركوا يعني مآلات الامور انا تعبت من مثل هذه الافكار عند بعض الشباب الذي لا يستوعب القضايا المصيرية للامة من عندنا مثل اردوغان اسأل الله ان ينصره وان يوفقه وان يحفظه فناصر القضية اخوة نصرة لدين الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز نهاية اشتركوا في القناة 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 إذا كانقه أعلم بأسود من الأخبار إن كانوا يتبعون للهدواء قلون يا إذا كان فلما هو يحبو أن هذا السبب لجة وجه وتحبون إن هذا السبب إسراء أن يجب أن يتبعون الضوء عنده يتبعون لأسود فقراس terبا سرع المعرمي فقروا سريع اردوه استعبال منهم احيان مشاهدين انه برماني هذه المعرم في المشكلة المعرمين なم يهم وظلع المشكلة والذي يسمى لله المعرم أخوة يدفع اردغان أخوة اردغان اعرف اخوة يسيقه والذيقه الله انه وجلل وتقالي ونحن في الجماعة مهارجين عمريقا، مهارجين عامريقا، مهارجين عمريقين. وهن مرست ميونة، ملشك نجاس. ولكن هو فهم جيزت لكم. وقد عملت لكم وقف در صالح. فالله، ويدكم وليزت فهم وقفر ورقبوا وعاردهم. وقفرآوا وقتبقوا شيء وقفرين. وقفرين بنانك في بزنان باته وكيف ، ويجردنا طلبا وحالك الشيء. ويدخلوا هذا الجهة. لكن، واجتنو به خصى الله فينا. عندما لم يطاعدوا من الظ�وز ت leadership أفضل programs عندما يساعدون الإسلام لكن يشاعدون إردوان جاثه خلقونهم لهم؟ يمشقونها من الأجة؟ من يمشقونها من أجلهم؟ من يمشقونها من أجلهم؟ من ي وجهلهم إيران الأقصر؟ أجلهم الإيران الأخصر، وإن لا يمكنك أيها الأقصر ويوحا وإرسال الجانب واليولوجيا ولمية للمكشفو الكهتفى وهذا المملك؟ لهذا المملك إيرانا لجهما هو الإيران يتبعون على نشياء ولكن لا يتبعون على المساعدة للمساعدة والأخس والجلسة والجلسة الله تعليمه أنه يساعد الله إنه الله سهل ومقصده إنه رليقية الله يخلق ويجلسة ينبعه إسرى والجلسة 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 ومتلك سندفق أميك نخمضتك لكم هذه المقبضة Потому что جمع المقبضة تبقى ونحن نجد ولكن جمع المقبضة ونحن نقوم على المقبضة ونحن ندفق ن نلتسع نقوم برقائم نحن ندرسل نشران ندرسل نشرد نشاركين المقبضة اللهم ينهبوا في يقصن جمع ينهبوا في القبضة جمع مقبضة الله ورديا اذا كنت لكم يراجع جمع الله الله النباح وقال فينا ينبغل زجان عيون فالكتملت القمات والطبوح منهم ولم يؤمن لو بسحوروا منهم فتنبعد لا يومن فلا يومن بحاجة جهزة عيون يومن بحاجة فالكما يصدقون ة يومن بشانه لعبون يومو وشانا يقدم شعبه وحياً يومونه يومونون بطفالوا لعبطالوا من من وضعه يومونونون فهي يومونونونونونونوني، يملك أيضاً من حيوديهم يaro guysرق، يجبعونه، ويقوموا بحق ويقوموا بزرعون للمرحلة هذا يقولوا وتبع لانتهي ويهلتAmerican الله للأس ويبتيشوا الله فصلاً بما يتعلق يجبوا بحجران ويجبنiza ويقوموا بماني الفيديو لا يرغبه الله أبحثي انتهي إ وإلهة من قبلة И то, что мы приступили в наших делах, и укрепи наши стопы, и даруй нам победу над народом неверующими. О Аллах, помоги нам в борьбе против наших шайтанов, и наших душ, и наших страстей, и от философии и лжи. И помоги нам от оправдания, и помоги нам от лицемерия. О милостивый из милосердных! О Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты возвысил своих приближенных и даровал победу своей религии. О Аллах, всели страх в сердцах тиранов и беззаконников! О Аллах, даруй нам победу против всех мерзких агентов! О Господь миров! О Аллах, возвы слова истины, и даруй победу религии! О Аллах, выведи для этой религии его сторонников, его мужчин! Поистине, Ты способен на все!